السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالصدق والأمانة والوفاء وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجا ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله عود حميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحلى وما أبهى وما أجلى وما أجمل أن يكون اللقاء مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نستمع إلى كلامه ونستخلص منه الدرس والفائدة والعبرة والعظة والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه روى الشيخان في الصحيحين عن حذيف بن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام وفي رواية لا يدخل الجنة قتات ما هو القتات؟ ما هو النمام؟ قيل النمام والقطات بمعنى واحد وقيل بل النمام هو الذي يجلس مع الناس يستمع إلى كلامهم ثم ينقله إلى غيرهم بغرض الوقيعة والإفساد وإضرام نار العداوة في القلوب النمام هو الذي ينقل الكلام من فلان إلى فلان بغرض الوقيعة بينهما والقطات هو الذي يتسمع إلى حديث القوم وهم لا يعلمون ثم ينقل عنهم إلى غيرهم بغرض الوقيعة والإفساد يبقى القتات ده أسوأ من النمام لأنه جمع بين النميمة والتجسس على أي حال القتات والنمام كلاهما متوعد بنار السعير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات قال الحافظ ابن حجر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة يعني من أول وهلة يعذب أولاً إن لم يتغمده الله برحمته ويعفو عنه أو يتوب من هذه البلاية قبل أن يموت وهذا مذهب أهل السنة فإنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحله إلا ما خصه الدليل قال الرب الجليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللهم اجعلنا ممن شئت أن تغفر لهم ذنوبهم كلها برحمتك يا أرحم الراحمين النمام من شرار خلق الله عز وجل ومع الأسف صرنا في زمان أصبحت في أرخص الوجبات وأسرع الوجبات هي أكل لحوم الناس نحن في زمان صارت فيه أرخص الوجبات وأسرع الوجبات أكل لحم الناس بالغيبة والنميمة النمام يعمل على إفساد ذات البين ويفعل بالناس فعل النار بالهشيم هذا اللئيم يجد الناس في وفاق ومودة واتلاف فلا يرضى حتى يحولها إلى خصومة وإلى بغضة وإلى اختلاف يدخل النمام اللئيم بين الصديقين الودودين فيحولهما إلى عدوين لدودين ويقوم بين الناس بدور الشيطان الرجيم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلاد العرب ولكن في التحريش بين المصلين في إدرام الخصومة بين المسلمين النمام من أكبر صبيان أنا بقول لكل نمام يا نمام أنت من صبيان إبليس القبار والنبي قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلاد العرب ولكن في التحريش بين المصلين ماذا قال رب العالمين في النميمة قال جل جلاله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قال الإمام مجاهد في قول ربنا في صورة المسد وامرأته حمالة الحطب كانت أم جميل العوراء زوجة أبي لهب تمشي بين الناس بالنميمة فيا أيتها المرأة المغتابة النمامة التي تستعذب مجالس القيل والقال يا من فاكهت يا من فاكهة مجلسك الغيبة والنميمة وأنت أيها الرجل النمام يا من فاكهة مجلسك الخوض في أعراض الناس واتهام الناس في دينهم وفي أخلاقهم أتحب أن يحشرك الله في الآخرة مع زوجة أبي لهب العوراء النمامة أتحب أن يجمع ربنا بينك وبينها في جهنم لا سيما ونبينا قال من تشبه بقوم فهو منهم أنت أيتها المر النمامة أتحبين أن تعلقي في نار جهنم بحبل من ليف قد ربط في عنقك كأم جميل العوراء في جيدها حبل من مسد بالطبع سيقول الكل لا لا نحب أن نرى هؤلاء ولا أن نجمع مع هؤلاء أقول إذن أمسكوا عليكم ألسنتكم لا تخوضوا في أعراض الناس لا تلوكوا لحم الناس يا من تأكلون الميت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كذا قال ربنا في قرآنه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ربنا بيقول لكل مسلم عاقل عند زر عقل عند زر الدين عند زر إيمان لا تسمع لأي نمام بل تثبت فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا على قراءتين إياك أن تسمع لنمام هكذا أمرك مولاك ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم قال غير واحد من السلف منهم أبو موسى الأشعري وبلال ابن أبي بردة وعبد الله ابن المبارك لا يكون النمام إلا زنيما تدري ما معنى زنيم متهم في نسبه ما عندهش أصل لا يكون النمام إلا زنيما وهو المتهم في نسبه وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لا يسعى بين الناس بالفساد إلا ولد بغى لا يسعى بين الناس بالفساد يؤلب الناس على الناس يضرم نيران العداوة لا يسعى بين الناس بالفساد إلا ولد بغى لأنه يهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك الذي أنهى إليه الكلام وكان الإمام عبد الله بن المبارك يقول لا يقدر على كتمان ما يسمع إلا من صح نسبه وأما ولد الزنا فإنه لا يستطيع الكتمان ومع أن هذا كلام أئما كبار لكن فيه نظر وعليه ردود يقول لكن يكفي النمام أن أئما قالوا فيه هذا الكلام كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وقد بدأنا به الكلام ماذا قال النبي أيضاً في شأن النمام روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير في رواية بلى وإنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وفي رواية لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالغيبة وفي رواية بالنميمة من أسباب عذاب القبر النميمة كل نمام لم يتب من هذه الكبيرة ومات على ذلك ولم يتغمده الله برحمته قبره يشتعل فيه ناراً إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى وإنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله يقول هكذا أمام الناس كالدواب وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة قال الإمام الخطابي ومعناه أنهما لم يعذبا في أمر يكبر عليهما وما يعذبان في كبير يعني إيه يا رسول الله قال الخطاب يعني لا يعذبان في ذنبين يعظم عليهما تركهما يا أخي امسك لسانك صعبة دي لا تخوض في أعراض الناس كن ناصحاً بأدب نصيحة لا تكن مغتاباً نماماً فاسقاً فكل نمام فاسق وسيأتي الدليل وما يعذبان في كبير ذنبين صغيرين ممكن يقلع يقلعوا عنهما وقال غيره بل المعنى أنهما من الذنوب التي يستهينوا بها الناس لكنها عند الله عظيمة وكبيرة كقول ربنا وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم يقعد مجموعة تغتاب في فلان يقعد إنسان يؤلب الناس على فلان ويقعد يقلف لحم أخوهم وبعدين يقولك أجنب نتكلم أنا ما أريد إلا الإصلاح أنا لا أريد إلا الخير للناس أنا لا أريد إلا إكرام الناس أنا نيتي خالصة لله وتغتاب وتقع في النميمة وتؤلم الناس على إخوانك هذا ذنب أنت تحسبه هي وهو عند الله عظيم هذا الذنب من أسباب عذاب القبر فأبشر بنار القبر إن لم تتب من هذه المصيبة الكبيرة النمام سعى بين الناس بالإفساد وأضرم نيران العداوة في الصدور والقلوب والنبي قال الجزاء من جنس العمل قبره يشتعل عليه نار نار بنار والجزاء من جنس العمل ماذا قال النبي أيضاً النبي للكل بيدعي محبته وإلا الرسول إلا رسول الله ثم تنظر في أخلاق الناس تجدها حضيض بعيدة كل البعد عن أخلاق رسول الله إلا رسول الله ثم تنظر في حال الناس بينهم وبين الرسول كما بين الثرى والثرية هذا كلام النبي فأين نحن من التمسك به روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معاد الناس معاد مش كل الناس زي بعض تجدون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا اللهم فقهنا في ديننا العلم يرفع الخسيسة ويقلس المملوك على كراسي الملوك قال رسول الله تجدون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن يعني في الإسلام أشدهم له كراها يعني قبل إسلامهم كعمر بن الخطاب شوفوا كان شديد إزاي على المسلمين يعذبهم كأبي سفيان كعكرمة بن أبي جهل كخالد بن الوليد شوف كان شداد في قلوبهم كراهية قبل الإسلام إزاي ولما أسلموا كيف فتح الله على المسلمين بسببهم وعلى أيديهم ثم قال النبي وهذا هو الشاهد وتجدون شر الناس أسوأ الناس وتجدون شر الناس ذا الوجهين أبو الشين ده عمرك شفت واحد أبو الشين أنا شفت ناس بمئة وش وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه أعوذ بالله إن النمام من أشر الناس هذا الذي يأتيك بوجه ويأتي غيرك بوجه فيصرك مظهره ويسوءك مخبره يأتيك بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب يأتيك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم يأتيك وهو يلبس لك مسوك الضأن على قلوب الذئاب الضارية يعطيك من طرف اللسان حلاوة وقلبه عليك أمر من الصبر ولا علاقة للحسد إلا الموت فاللهم اكفنا من شر كل حاقد ومن شر كل حاسد برحمتك يا رحمن يا رحيم إذا جلس معك أبو الشين ده حسبته صديقا صدوقا وخلا وفيا وإذا غاب عنك فرى عرضك كفري الأديم وقال فيك ققول ابن أبي في الصديق عائشة ابنة أبي بكر فهذا من أخطر ما يكون على المجتمع ومن أضر من صارت به قدم فيما رفع أو وضع وصدق فيه قول الشاعر لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ السعلب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا طوارى عنك فهو العقرب اللهم اكفينا شر هؤلاء العقارب يا رب ماذا قال النبي محمد أيضا في شأن النمامين روى أبو داود وغيره والحديث صححه العلامة الألباني في الجامع عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة يا مسلمين أقول لكم عمل ثواب عند ربنا أفضل من صلاة التطوع ومن الصدقة ومن قيام الليل ومن صيام التطوع قالوا بلى يا رسول الله ما هذا العمل قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين النمام من الذين يفسدون في الأرض والله لا يحب الفساد يعمل على فساد ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة للدين شوف بقى كل نمام حاسد كل نمام مغتاب يقينا فجمع بين الحسد والحقد والغيبة والنميمة والكذب دا مصبت عظيمة دا انتواع في كارثة فمتى ستفيق أيها النمام النمام ملعون واللعن هو الطرد من رحمة الله والدليل ما رواه مالك في الموطأ وغيره قال رسول الله لعن الله من ضار مؤمنا لعن الله من ضار مؤمنا والنمام والنمام ينقل الكلام من هنا إلى هناك إلى هنالك بقصد الوقيعة والإفساد وتأليب الناس على الناس وأضرام نيران العداوة في القلوب كل هذا أذى والنبي قال لعن الله من ضار مؤمنا أما المسلم الصادق الملتزم الأخ أما المسلم الصادق فالنبي قال فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كيف تدعي الإيمان والالتزام وإنك أخ وإنك أخت وإنك بلحية وإنك بنقاب وإنت كل واحد له لسان كلسان الحيات يفري في أعراض الناس ويفتري على الناس ويقول بهتاناً وإفكاً على الناس أي ديم أي إيمان أي التزام دحنا النكبات اللي بنعاني منها بسبب أشباهكم بسبب أخلاقكم وما ربك بظلام للعبيد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه المسلم أخ المسلم لا يظلمه كم ضار النمام المؤمنين كم بيت خرب ودمر بسبب نميمة والله كم من دماء سالت بسبب كلمة نميمة والله كم من مصيبة وقعت بسبب نميمة نمام النمام إذن جمع عدة كبائر النميمة ابنة الحسد هو بين إلي الكلام عشان يوقع الناس فيك ليه لأنه حقوت حسود كل نمام حسد النميمة ابنة الحسد وأم الغيبة كل نمام مغتاب كل نمام ولا شك حاسد كل نمام يذكر الناس في غيابهم بما يكرهون لأنه من هوات أكل لحوم البشر بل اسمع هذه تدري أن النميمة باب من أعظم أبواب الربة ده النمام ده مصبته كبيرة أوي عند ربنا حاسد مغتاب كذاب النمام فاسق فاسق ثم وقع في باب من أبواب الربة ربة إعلقت الناميمة بالربة يا عم الشيخ اسمع روى الطايلسيو عن البراء والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الربة اثنان وسبعون بابا أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام شوف اللي جايب أه وإن أربى الربة أعظم باب من أبواب الربة وإن أربى الربة استطالة المرء في عرض أخيه المسلم وإن أربى الربة استطالة المرء في عرض أخيه المسلم النميمة نوع من السحر مش أنت ستك في البلد بتقول الدو على الودان أقوى من السحر تصور النميمة باب من أبواب السحر من الذي قال هذا الكلام؟ قال بذلك صديق خان في الدين الخالص وكذا صاحب فتح المجيد وقال به الإمام ابن مفلح في الفروع وغيرهم النميمة من السحر كان يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يقول النمام شر من الساحر دا النميمة مش من السحر دا النمام أشر وأسوأ من الساحر النمام شر من الساحر ولا يشعر به أحد فإنه يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر وكم سفك الدماء بالنميمة وكم نهبت أموال بالنميمة وكم هيجت فتن عظام بالنميمة دا كلام مين؟ الإمام يحيى ابن أبي كثير بقى النمام أشر من الساحر إيه والله طيب ماذا نفعل مع النمامين؟ لو ربنا ابتلاك بواحد نمام صليط اللسان كذاب كيف تتعامل معه؟ كيف نفعل مع النمام؟ قال أبو حامد الغزالي ستة أمور ونقلها عنه الإمام الذهبي نعمل إيه؟ الخطة ما هي الخطة؟ مع النمامين يا شيخ ربنا بلانا بواحد نمام كذاب يكذب علينا ويفتري ويؤلب الناس نتعامل معه إزاي؟ الغزالي بيقول لك ستة حاجات واحد كل من حملت إليه نميمة فعليه أن لا يصدق النمام لأنه فاسق كل من حملت إليه النميمة لا يصدق النمام لأنه فاسق أصل لو صادق أصل لو أصل طيب أصل لو ذاق حلاوة الإيمان كان يستبدل النميمة بالنصيحة بأدب النصيحة قال الغزالي كل من حملت إليه نميمة فعليه أن لا يصدق النمام لأنه فاسق اثنين أن ينهى النمام عن ذلك وأن ينصح له وأن يقبح فعله واحد يقول لك ده فلان عمل كذا وكذا وكذا أنت ما اسمعتش أنت ما عرفتش تعال أقول لك كذا وعمل يفتري على فلان وفلان وفلان أضع في الإيمان تقول له أمسك عليك لسانك اتق الله انصح له بأدب النصيحة إن كان ليقبل منك دعني أنا أذهب إليه وأنقل إليه هذا الكلام وأسمع إلى رده مش إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا وأن كل واحد ممن يحبون مجالس النميمة قد حول أذنه إلى صندوق زبالة يجمع زبالات الناس ونفايات أخلاق الناس فأبو حمد يقول لك لا تصدق النمام لأنه فاسق اتنين إنهه عن ذلك وانصح له وقبح فعلا حسن البصري رحمه الله يقول من نقل إليك نقل عنك أوعى تفرح بفلان اللي بينقل إليك كذا وكذا من أكاذيب وافتراءات ونميمة عن فلان المؤمن يسطر وينصح والفاسق يهتك ويعير قال الحسن من نقل إليك نقل عنك ومن مدحك بما ليس فيك لا تأمن أن يذمك بما ليس فيك وحد عمال يمدحك وينفخ فيك ويرفعك لقبة الفلك قل له أخي اتطاق الله أنا شوي الطراب يا أخي أنا من أفقر خلق الله إلى رحمة الله أنا عايش بستر الله علي أوعى تفرح بمدح أحد لك من نقل إليك نقل عنك ومن مدحك بما ليس فيك لا تأمن أن يذمك بما ليس فيك وجاء أحدهم إلى الحسن وقال إن فلان يغتابك قال له الحسن خذ هذا الرطب إليه هدية قال ولما يغتابك وتعطيه رطب رطبا قال أهدى إلي حسناته وأهديت إليه رطبا خلي ثلاثا ألا تظن بأخيك الغائب السوء واحد واخد ودنك واملك فلان عمل وعمل 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 على طول ظنة السوء بلا تثبت بلا تبين بلا تدقيق وتقول لي أنا ملتزم أنا أعرف ربنا أنا أنت لم تذك شيئا من العلم ولا شيئا من الالتزام ألم تقرأ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ألم تقرأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ألم تقرأ قول الله في حادثة الإفك لو لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أربعة أبو حمد الغزالي بيقول الخطوة الرابعة مع النمام أن تبغضه تكره النمام تبغضه في الله إلا إذا تاب لأنه حقيقة بغيض إلى الله بغيض إلى رسول الله بغيض إلى الملائكة بغيض إلى الصالحين خمسة ألا يحمل كما حكاه النمام على التجسس والبحث عن ذلك النبي محمد عظيم أوي وإحنا بعاد كثير أوي 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 عن النبي إحنا مين إحنا معاشر الملتزمين اللي نتكلم عن الناس يقول لك فلان ده من العوام أصل فلان دي من العوام على أساس ساعتك من الصحابة طب أوزن نفسك بمزان النبوة بقى قال رسول الله لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر عارفين الموظف العصفورة عارفين العصفورة عارفين الولد العصفورة أول مبوية يجي من برا يقول يا أبي فلان عمل كذا وكذا وفلان عمل كذا وأمي قالت كذا ليه كذا يا عصفورة أبوك جاي من برا وتعبان وزهقان ليه تقفل صدره على أخوك يسكعه علقه وانت السبب الموظف العصفورة فلان عمل كذا فلان كذا فلان كذا عشاء المدير يفصله أو يجزي ليه كذا النبي محمد يقول لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر وهذا رد جميل على رجل النمام كتب نمام إلى الصاحب ابن عباد يخبره بحال كنز ليتيم ويحمله على أخذه واحد عرف النجار اليتيم بيته في كنز رأى عمل شكوى ورفعها لولي الأمر رفعها لحاكم البلد يستعديه على العين اليتيم عشان يخذ فلوسه بادي نصحتك لليتيم جارك أعوذ بالله لكن الصاحب ده الوالي ده رجل صالح فكتب على ظهر الخطاب السعاية قبيحة السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح فأما الميت أبو الوادي اليتيم ده لساب الفلوس فأما الميت فرحمه الله وأما اليتيم فجبره الله وأما المال فثمره الله وأما الساعي بالنميمة فلعنه الله تصور لو كل واحد فينا كده واحد جاي نقل لك كلام عن أخوك يأكل في لحمه يفتري عليه تقوله لن أسمع لك ابعد عني أنت جايب جهنم معك ابعد عني يا أخي طق الله يا أخي روح نصحه انصح له نصحته ما سمعش خلاص قديت الذي عليك انتهى دورك لو كل واحد عمل زي الصاحب ده لقطعنا ألسنة النمامين إلى يوم القيامة ستة خطوة الأخيرة من الخطوات الستة للتعامل مع النمامين التي أمر بها أبو حامد الغزال ستة ألا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عن فلا تحكي نميمته لأحد فتقع في النميمة ما تروح شباة تشوف فلان تصور يا حج فلان فلان جالي من ساعتين بيقولني فلان بيجتمك ويقول عليك كذا وكذا وكذا شوف الوادي من اللذين يبقى أنت برضو وقعت في النميمة يبقى أنت أيضا وقعت في النميمة فلا تنهى عن هذا وتقع فيه وأخيرا أنت أيها النمام بعدما عرفت أن النمام من شرار الخلق عند الله عز وجل وأن النميمة من أسباب عذاب القبر وأن النميمة من أسباب جلب لعنة الله عليك وأن النمام ليدخل الجنة ابتداءا إن لم يتب ويعفو الله عنه ليدخل الجنة نمام النبي قال هكذا وأن النمام يحشر في الآخرة مع الصحرة ومع أهل الفساد وبعدين هتب إمتى أَلَمْ أَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ من صخة الله لَيُلْقِي لَهَا بَالًا لِيُضْحِك بِهَا غَيْرَهِ فَتَهْوِي بِهِ فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفَةَ أَلَا فَاحْفَظْ لِسَانَكَ تَدَبَّرْ هَذِهِ النُّصُوصِ المُرْعِبَةَ لَا تَغْفُلْ عَنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ فَعِندَ اللَّهِ تَلْتَقِ الْخُصُومِ وميزان ربنا يزن العمل ولو كان في وزن مثقال ظرّا لا تجالس أهل الغيبة لا تجالس أهل النميمة لا تجالس الذين يستخفون بالكبائر ويحاربون الله بالمعاصي ويصيئون للأبرار الأخيار لا تصاحب هؤلاء فإن النبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ثم عليك أن لا تغفل أبداً عن ذكر القيامة وعن ذكر أهوال القيامة وأن تضع نصب عينك يا نمام والله أنا بنصحك لله ضع نصب عينك هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قال رسول الله أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا عمل حسنة أدل جبال قل الله أترح منه في الأخرة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي الذي عليه طرح من خطاياهم على سيئات طرح من سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار فما أشد حصرتك يا نمام في الآخرة وأنت ترى جبال من حسناتك يذهب بها إلى خصومك وجبال من سيئاتهم تطرح على سيئاتك من أسماء القيام الحسرة اسم يوم الحسرة كما قال ربنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يعلمون وأخيرا أوصي نفسي وأوصي كل أخ وأخت كريمة يشاهد هذه الحلقة أن نتجاهد أن نتعاون على مجاهدة النفس في العبادة وفي طلب العلم وربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا نتعاهد هذه النفس نؤدبها نربيها نفطمها عن المعاصي عن الهوى كما قال ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثم أوصي نفسي والجميع بالاستغفار وبالتوبة وأن نكثر من الدعاء لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان وندعو أن لا يجعل ربنا في قلوبنا غلاً للذين آمنوا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الحقد اللهم طهر قلوبنا من الحسد اللهم طهر قلوبنا من الكبر اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة ومن النميمة اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة ومن النميمة اللهم طهر ألسنتنا من الكذب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ظلين ولا مضلين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا آئمة لمن اهتدى اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا آئمة لأهل الصلاح اللهم أسعدنا وأسعد من يسعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمت الله